في جلسة خاصة لمجلس الأمة أدى سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء اليمين الدستورية نائبا لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اليوم كما أدى سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء اليمين الدستورية في ذات الجلسة إذانا بمباشرة أعمالهم في مجلس الأمة وعملا بالمدة 91 من الدستور أدى سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء اليمين الدستورية نائبا لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اليوم الأثنين في جلسة خاصة لمجلس الأمة بسم الله الرحمن الرحيم أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه وأن أكون مخلصا للأمير كما أدى سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء اليمين الدستورية في جلسة مجلس الأمة الخاصة اليوم الأثنين لمباشرة أعمالهم في مجلس الأمة عملا بالمادة الحادية والتسعين من الدستور وكان رئيس مجلس الأمة أحمد عبد العزيز السعدون قد وجه الأربعاء الماضي الدعوة لحضور جلسة المجلس الخاصة لأداء نائب الأمير سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء اليمين الدستورية وذلك بناء على طلب الحكومة نواف شراكي تلفزيون دولة الكويت